نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً صلت الضوء خلاله على إشادة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد بالاقتصاد المصري واستعرض المركز الإعلامي في تقريره تأكيد الأونكتاد على أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الإفريقية لعام 2022 مشهدداً على أن مصر وجهة موثوقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بشهادة التقارير الدولية واستعرض التقرير تطور تضفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014 حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022 ليأتي ترتيبها الأول على مستوى القارة الإفريقية والثاني على مستوى الدول العربية وذلك مقابل بلوغ هذه الاستثمارات 5.1 مليار دولار عام 2021 لتأتي مصر في المرتبة الثانية إفريقياً والثالثة عربياً كما احتلت مصر المركز الأول إفريقياً والثاني عربياً في تضفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام من 2016 حتى 2020